جسم غريب في طريقه فاقترب ليراه مثل هذا الموقف تماما حصل مع أحمد ليصبح بعده واحدا من عشرات ضحايا انفجار هذه المخلفات العسكرية في مناطق الأغوار جنوبي الضفة الغربية بطرت أصابع يده وأصبح اليوم أكثر حذرا في خطواته وجدت جسم قدامي على الطريق مسكته ما بعرفه أنا ضغطت عليه شو صار في المواقع شو صار والله ما بعرف فجأة فجر لما فجر يعني طلعت على أصابع اللي هن تم كل هن قطع أربع أصابع فمن هنا مرت الأليات العسكرية الإسرائيلية وبعد انتهاء تدريباتها يعمل أفراد من محافظة طوباص والأغوار الشمالية على تعاقب أثار المخلفات يحدد مكانها وتوثق بالصور ولكنهم يقولون إن هذا ليس كافيا لدرء أخطارها فهذه المناطق المصنفة جيم حسب اتفاقي أوسلو أي أنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا وأي عمل فلسطيني أو دولي فيها يحتاج للتنصيق مع الإسرائيليين الأصعب من ذلك هو الاحتلال الذي يرفض أن يكون هناك أي تدخل لمؤسسات الدولة الفلسطينية في هذه المناطق هناك مؤسسات تعمل في هذا المجال هي مؤسسات دولية مثلا مؤسسة الدهالو تريست وهي التي أيضا تواجه عقبات أكثر من 25 تجمعا بدويا في الأغوار الشمالية يواجه سكانها خطرين أولها مخلفات تدريبات العسكرية والألغامة فعبارة احترس لم تقي هؤلاء ولا حيواناتهم من الموت أو الإصابة فعلى الحدود الشرقية مع الأردن يوجد 65 حقلا وفي الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها هناك ما يزيد على 16 حقل ألغام أزيل 7 منها حتى اليوم طبعا العديد منها بفعل العوامل الجوية انتكلت للمناطق التي غير موجود عليها سياج فصار صعب على المواطنين الفلسطينيين أنهم يميزوا بين المناطق التي موجود فيها ألغام وغير موجود فيها معيقات سياسية ومادية لتمويل مشاريع إزالة الألغام إذن تواجه حل هذه المعضلة في منطقة الأغوار التي تشكل ثلثة مساحة الضفة الغربية وتجعل من أراضيها قنبلة موقوطة عرض للانفجار في أي لحظة مع أنها دفنت في باطن الأرض منذ عشرات السنين إلا أن الألغام المزروعة في منطقة الأغوار والمخلفات العسكرية الإسرائيلية تهدد حياة سكان تجمعات البدوية هنا وتعقد المهمة أمام الفلسطينيين لإزالتها في ظل تعقيد المشهد السياسي وتصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو ثروة تقرأ الحرة من منطقة الأغوار الشمالية على الحدود مع الأردن